اشتركوا في القناة واكيد لانه صحية الطفل هي خط احمر مشان هيك بيصرني مشاهدينا استقبال الدكتور الياس جوزاف الخوري اخصائي بيطب الاطفال وحديثي الولادة واستاذ محاضر بالجامعة اللبنانية ليحكينا اكتر عن اهمية هالموضوع وخاصة انه كتار من الاسئلة بيتكرروا بذهن الاهلة صباح الخير دكتور و اهلا وسهلا فيك بمريم تيفي صباح الخير دكتور ومارسي على الاستضافة وصباح الخير للمشاهدين الكرام منورت استوديو دكتور بالبداية اكيد نحنا قبل ما نفوت بالفاكسيناسيون نعرف كل شي عن اللقاح نحنا منعرف انه فيه نوعين من المناعة بالجسم اذا فيك هيك تخبرنا شوي شو هنه المناعة الموجودة بقلب الجسم اوكي هلا المناعة هو جهاز مثل الجهاز الهدمي جهاز العصاب اه نكون اكيد من خلايا مناعية ومن مضادات انه امينوغلوبيلين نعم هلا فيه اشياء مكتسبة من امنا بس تكون حبلة الجنين بيخده من امه اكيد المدام الام يعني اذا عامل لقاحات هي او معرضة كانت عاملة الامراض تم مرق له هالمناعة خلال حبل السره اكيد للجنين هايدي اول شي وبيخلق معاه هايدي ما بتضاين كتير ستة شهر لا تسعة شهر حسب فيه ولاد للسنة وبتروح مشان هيك منبلش نحنا اللقح لولاد من عمر اكيد بكير هلا منشوف نحكي عنه بعد شوي هايدي اللقاح هايدي المناعة المكتسبة وفيه المناعة اكيد الحية هايدي اسمها passive immunization هايدي الاكتف هلا المكتسبة اكيد متعرض مثلا لامراض جديدة او مناخد لقاح ومنعمل عليه مناعة وهاودي هنه جميلا انواع المناعة اكيد لانه في كتير ناس دكتور بيجهلو شو هي المناعة ما بيعرفوا بيعرفوا انه المناعة اذا واحد جرب او صار معوشي بيكتسب مناعة يعني هايدي المعلومة كتير حلوة انه فيه مناعة مكتسبة بتقول لفترة معينة وفيه مناعة يلي حضرتك حكيت عننا هلا دكتور اذا فينا نعارف المشاهدين شو هو اللقاح او شو هو الفاكسين اوكي اللقاح هو كنية عن متل جرسومة اذا بدك هلا اكيد جرسين مقصبين فيروس وبكتيري وبرازيت وهايك ما راح نفوت بالدتائيات نعم جرسومة او سموم هالجرسومة يعني او شقف منها ما ضروا تكون كلها هي معمولة بطريقة بالمختبر محضرينها بطريقة تتكون يعني اكيد ما تعمل المرض للشخص اللي عم يتلقى هاللقاح بس بزيت الوقت تحفز سيستام المناعة عنا او السيستام ايمينيتر دا اذا تعرض له لاحيان هالطفل او هالبالغ ليصار يعني ولد او اكبير تعطيه مناعة يعني يقدر تدافع جسمه عن هالميكروب اللي اخد منه لقاح نعم دكتور في كتير اشخاص بيسألو وخاصة امات بتقول انه اليوم ما بدي عمل له فاكسين لابني لانه ممكن يمرد عنده نهيدي اذا بدك اليان انه الفاكسين هو مرض يعني اذا نحره شوي صغيره اكيد المرض لا اكيد هيدا اكيد نعتقد يعني كتير غلط مظبوط نعم وفي كتير منشوف هالا اكتر شيء بالشتة يعني ما بدي طعم ابني مثلا بلغي الموعد لانه مرشح شوي نزين نخيره اكيد هالاشيه لأ منا يعني اشيه بتخلينا ما نعمل اللقاح بالعكس فيدة لقاح احسن بكتير بكتير من ما نعمل اللقاح عون اجلون 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 لانه ممكن بهالفترة التأجيل يلقت هالطفل المرض شهو خينو كازاز شلال لا لا مشوف شو هالا اللقاحات وكيف البروغرام اكيد هادي بيقزوا كتير 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 اكيد دكتور شو هنه الامراد يلي بتمنعنا اذا اخدنا الفاكسيناسيون خاصة عند الاطفال يعني من مقتا ما بيبلشوا من بس يخلقوا هالولاد اكيد رح نرجع نحكي عن البرنامج يشتبعون ولكن شو هنه اكتر الامراد يلي بس نعمل الفاكسيناسيون لهالولاد بينتنعوا انه يلقتون او اذا لقتون بيكونوا لقتون بطريقة كتير خفيفة وما بتأسير كتير على صحية الطفل اكيد عنا تقريبا بالبروغرام يعني شيء 15 او 16 مرض نقدر نحمي عليهم نعم هلا متل ما قلت حضرتك انه ما نبلش بنيوبون اول ما يخلق يعني او تاني نهار اذا بدي يفل الولد مع امه من البوبونيار من قسم الولادة يعني بيعطولك احص فايرة به هلا اكيد في كتير لقاحات بعدين تتبع بديك نحكي عن سكتجول هلا اكيد فينا دكتور فينا نحكي عن سكتجول او شو هي رزنامة الوطنية عادة للفاكسيناسيون اكيد هذه رزنامة موضوعة يعني حطينا الحكمة تبع يعني تبع طب الاطفال في لبنان جمعية لبنانية لطب الاطفال اكيد نستوحيت من جمعية طب الاطفال طبع امريكا وطبع اوروبا يعني الـ AAP والـ EAP نا هاودي اكيد يعني بيشوفوا شو اكتر امراض شيوعة عند الولاد وشو فينا نحميهم اكتر شي يعني بهالا قاحات اول شي بنبلش متل ما قلنا اول ما يخلق او تاني نهار بنعمله طعم السفيرة بي ضد فيروس الاباتيت ب اباتيت بي اكيد في معتقد شاسع كتير كبير وخاطئ عند الناس انه اذا طعمناه ما رح يصفر هلق هاي السفيرة اللي بيعملها اول ما يخلق او تاني نهار او تاني نهار لونه بيصفر بس مش من ورا الفاكسين نا الفاكسين هو لقاح ضد الفيروس طبع الاباتيت بي هاي دا اول ما يخلق اذا ما قدروا عملوه بالمستشفى بالاوبيتال بالاوبيتال بنقدر نعمله على الزيارة على العشرة ايام او على اسبوعين نا بيرجع عالشهرين فيه لقاح هلق فينا نعملهم كلهم نصوا وفينا نقسمهم من الشهرين لسبع شهور عالشهرين اربعة ستة فيه لقاح السوداثة او الخماسة يعني بيجي فيه يا خمس اشياء يا ست اشياء اكيد الشهو الخنو الكازاز الشلال الاباتيت بي والهيموفلوس انفلوانزا بي بكتيريا هاي دا كمان بتسبب التهيبات قوية وفينا نعمل معه طعم بالتم اللي هو طعم ضد الروتافيروس هلق طعم الروتافيروس بلش مثلا جديد حديث بالعالم يعني بلش بينعطب التم مش قبري اوكي بلشوا فيه سنة تقريبا 2005-2006-2007 واجعل لبنان بهتر من 2008 او 2009 يعني فيه دراسيات عليه تقريبا من 2005 لل2017-2018 تعطيك فكرة مثلا الده بيحمي اللقاح اكيد بيحمي من الموت وبيحمي من مش بس نوت يمكن هالولد مثلا يناشف كتير ينقزى دماغه ويقفو كلوي يعني من متسببات تاني مضاعفات تاني من ورا هال الميكروب او هالفيروس يعني اللي عم نحكي عنه لشان هاك اللقاح بيحمي كتير رح تيكي نسبة بس تقولون المشاهدين انه كان يموت يموت وفات بالسنة كلها من ورا الروتافيروس بيعمل اسهال وانتق ونشفان قوي عند الولاد كان يموت حوالي الـ 500 ألف طفل بالعالم بالسنة بعد ما بلشوا يلقحوا وكل تقريبا الدول يعني ومن بيناتهم لبنان نازل كمان اللقاح تقريبا تقريبا يعني نزل بـ 15 سنة او 10-12 سنة الوفيات نزلت من تقريبا 500 ألف للمية و25 ألف يعني بكتقول للربع شي كتير منيح مثل ما قلت بالمقدمة انه اللقاح بيحمي الطفل اكيد من الموت ومن المرض ومن تشوهات او مثلا مضاعفات خطيرة من ورا هالميكروب او البكتيريا اللي ممكن نلقطه نعم تنكمل بسكتجول الروتافيروس فيه نوعين طعومة بالسوق واحد بنعطى بتبلش تقريبا من 6 جماع او شهرين اذا بدنا نقول نعم بنعطى في واحد منهم جرعتان عالشهرين تنقول 3 شهور شهرين 4 شهور مهم نخمل اللقاح قبل ما يصير عمره 6-7 شهور نعم وتاني فاكسين تاني نوع بنعطى 3 جرعة كمان كل جرعة بيكون فيه شهر تقريبا بيناتهم نعم مع السوداسة او الخماسة ابري بتجير وفيه طعم للمكورات الوراسية للبنموكوك البنموكوك باكتيريا كتير بتأز عند الولاد نعم بتعمل التهاب اكتر شي شائع عند الولاده والتهاب الدينين الأكتر منه الأوتيت وأكتر منه بصير البنموني التهاب رياء او التهاب لصنحلها بالدم او اخطر اختر شي هي التهاب الصحية او المناجيط مناجيت وهي داي خطرة كتير خطرة كتير بقى الا لقاح أكتر من ضد البنموكوك نعم كما بنعطى عالشهرين واربعة شهور وستة شهور او فينا نعمل له يعني اسباس شوية نعمل له ديكالاسيون زيحه شوية صغيرة طبعا نشكه شاكتان للولد ونعطيه بالتم اكيد نعطيه مثلا ثلاثة شهور خمسة شهور سبع شهور وقل له تذكير عالسنة وثلاثة شهور ولقاح السوداسة شهرين اربعة ستة وتذكير عالسنة ونص هلقى عالعشر شهور فيه طعم الحسبة ابوك عايب حسبة المانية نعم عالسنة فيه طعم لجدر المي وبيرجع كمان لهم تذكيرات وفيه طعم للميناجيت للمينانجوكوك غير نوع كمان بكتيري بيعمل التهاب صحية قوي ومريض فيه بيعمل مينانجوكوك سامي فولمينونت يعني تجي كتير قوية بيروح فيه الولد فيه مرتلته كتير عالي يعني ريسك وفات كتير كتير عالي نعم ألا لقاح أكيد عالسنة تقريبا وتذكير عالخمسة ستين نعم وبعد منا فيه صفايرة أو فيه يعني فيه يعني تقريبا شي خمسة عشر مرض وفيه مثلنا نقول ساري الانفلوانزة الموسمية يعني الطعم بالجريب يلي هي روتين يعني روتين إذا الشي أكيد دكتور عادة حضرتك قلتلي أنه من النيوبورن ببلشو الفاكسيناسيون لأي عمر بيدلهم ياخدوا لقاح الولاد هلأ هود اللقاحات تقريبا بتخف المناعة معه ومعه مش نهاك قلهم تذكير نعم يعني مثلا شهوء خانوصري كازاز وشلال يقول له ربال على الخمسة سنين وعلى العشر سنين نعم وبيصير ثلاثة على الخمسة عشر سنة يعني تقريبا خمسة عشر خمسة عشر سبتعاش سبتعاش بيكونوا خلصوا كل الفاكسيناسيون تقريبا ماكسموم ١١١ هلأ إذا كان بشي دومان ضروري يرجع ياخد بوستر أو جرعات إضافية يعني مش يحفز المناعة ما فيه أي شغله أكيد بيرجع في قلهم تذكير تقريبا كل عشر سنين نعم دكتور إذا فيك تخبرنا شوي عن أي متى منقول أنه هيدا الطفل ما لازم ياخد هلأ لقاح أو فينا نأجر له يه يعني بأي حالات أكيد بأي حالات مثلا ما فينا اللقاح الطفل نعم أكيد إذا قبل بمرة الطفل عمل رياكسيون أو حسس كتير بقوة على اللقاح يعني شو حسس مش إنه ورمت أجره أو حمرت أو يعني عمل شي مثل منقله شوك أنا في لكتب نعم يعني تسبب له بورن بكل جسمه اختناء بزلعيمه أو بنفسه خليه ما يعود يقضي يقضي يتنفس أو غيب على الوعي أو مثلا عمل له شي مشكلة قوية هاي دي أكيد ممنوع نطعم تاني مال نعم فيه إشياء الولد بيكون عنده إياها خلقة يعني نقص مناعة خلقة خلقين معه دفه بالسيستام المناعة ها أكيد ممنوع نلقحون نعم أكيد إذا الطفل عنده حرارة عالية يعني فوق 8 ونص تسعة وعنده سخونة يعني ملتهبين بزلعيمه دينا أكيد هذا ما فينا نلقح يعني هاودي هني أجمالا أكثر أكثر حالات لي ما فينا نعطي فيهم اللقاح للطفل نعم هلأ بدي أقلك شغلة كتير مهمة وخاصة نعم نشوفها في لبنان أكيد قبل ما ننهي حديثنا منعرف أنه في كتير طعومة مقطوعة للأسف طفل مثل ما قلنا نحنا بالمقدمة الطفل خط أحمر شو عم تعملوا بهذا الوضع؟ كيف عم تأمنوا خاصة الفاكسيناسيون الأساسية للولد يعني اللازم ياخدها واللي بتأثر على حياته أو ممكن تعطيه مضاعفات كتير خطرة على حياته كيف عم تأمنون؟ صح هلأ اللقاحات اللي نقصت أكيد كان فيه سبب يعني فيه سوء مثلا باليعني توفير اللقاح أكيد أو تأمين اللقاح هذه يعني ما رأنا بمرحلة صارت الناس يا بقد تروح على المستوصفات أو المؤسسات الاجتماعية أو صليب أحمر بيعطى اللقاحات الأساسية أكيد كل اللقاحات هي أساسية بس فيه منهم مثل ما قلت نقطعوا قدروا الناس يا يروحوا على هالمحلات يا أما قدرنا نأجل شوي صغير سكتج والتبع التطعيم يا أما راحوا اشتروا من بره يعني عنده قرايب عنده أخوة عم يشتروا من بره مصادر من بره صح بتركيا بأوروبا بالبلدين الخليج قدروا جيبوهن أملوهن هلأ اللي ما قدروا عملوه أكيد يعني نهطروا شي شهر شهرين أكيد تمشي الحال ورجعت شوي شوي تحل حد بس بعدها كمان يعني مش شوي مع أدايك للأمور صح دكتور ليس قديش فيه الطفل يأجل شوي اللقاح طبعه يعني مثل ما هيدا الوضع صار ممكن يتأجل يمكن شهرين ولا إذا تأجل أكتر من هالقدة بشكل خطورة على الطفل هلأ أول شي إذا كان نيوبورن يعني مثل ما قلنا اللقاح على الولادة أو عجمعتين بعدين على الشهرين هلأ بنقدر نلقاح له شهر شهر نصف يعني ثلاثة شهر نصف بس أكتر من هيك بيصير في ريسك بيصير في ريسك لأنه أكيد إذا لقت شهو يعني بتأذي كتير إذا لقت مثلا روتا عمر صغير تحت ستة شهر بنشف بسرعة بيستفر وبسهل بنشف بسرعة نعم دكتور شو فينا نقول للمشاهدين اللي عم يشوفونا عبر شاشة مريم تيفي وخاصة للإمات شو هنه أكتر الأثار الجانبية اللي ممكن يعملها اللقاح للطفل يعني المكسيموم حرارة شو ممكن يصير كمانه أكيد متل ما قلته فيه أثار جانبية موضوعية يعني محل ما منشكه الشكة وفيه أثار جانبية أكيد سيستاميك من قلة بكل جسمه نعم أول شي محل الشكة ممكن تحمر شوي تورم شوي تواجعوا نتفي بس يحركها بصير يحسوا لإمات مريت أنه مش عم بيستعمل كتير إجروا لأنه تحت السنتين ثلاثة منشكهم بفخدهم من قدام وبس يكبروا شوية منشكهم بالكتف أكيد هاضي العوارد محل الشكة مثل ما قلته بعدين محل السيستاميك يعني العوارد الجانبية التانية فيه حرارة مثلاً فيها تكون خفيفة أكيد فيها تكون عالية للتسعة وثلاثين حسب نوع اللقاح وحسب أي عمر عملناه وأكيد فيه منهم بينعملوا ضغر العوارد الجانبية بعد نهار أو نهارين وفيه منهم بيطاولوا مثلاً منهم بعد جمعة أو عشتيين ببين كمان حرارة أو طفح جلدي مثل طفح الحس بتنقول بس خفيف أكيد بيكون وفيه مريت مثلاً بيقل أكله بيصير يستفر شوي زيادة أو بالعكس بيعمل إسهال أو وجع بطن تقيق من قلو أو إسهال هاضي وفيه مريت بالعكس بيكون مثلاً يا بنقنئ كتير 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 أو بيغفى كتير كتير يعني يحسوه نايم كل الوقت أو ها نهار أول نهار يعني بعدما اللقحوا ماكسيموم لـ 48 ساعة وبيروحوا آخر سؤال أكيد قبل ما أختم مع حضرتك أي متى ممكن توصلوا أنه يكون كل اللقاحات بالتم؟ ما تواجعوا بقى الأولاد ياريت فينا لا صعب كتير أكيد حسب أكيد شو هي الجرسومة وكيف تنتقل وكيف تنعدل بيخترعوا شي هيك عن جد أنه بيخففوا وجع وبيخففوا ضغط عليكم مضبوح ياريت الطب أكيد بيتقدم أكتر إن شاء الله إن شاء الله نشوف معظم التمامة تنعطى بالتم إن شاء الله أكيد بالنهاية دكتور لياس جوزاف الخوري أخصائي بطب الأطفال واحد يثيل ولادة وأستاذ محاضر بالجامعة اللبنانية أكيد بدي أشكرك لحضورك معنا بمريم تيفي وعلى كل هالمعلومات القيمة اللي زوتنا فيها كتير حبيت المقابلة معك أكيد إن شاء الله بتنعيد بموضيع تاني بتختص بالأطفال ومارسي ومارسي لألكم ومارسي للإزاعة وإن شاء الله نكون كنا حسن ظن المشاهدين أكيد ما في شك نعارك موفق أكيد دكتور أهلا وسهلا فيك مارسي مشاهدينا موعدنا مكفي معكم رح نتوقف مع بريك صغير انترونا رجعين